لكن خليني أسألك منام سلوى ألم يشغلك في أي وقت شباك التذاكر أو نجومية الصف في الأول؟ لا أكيد شغالني في الأول بس لقيت مفيش فايدة لا بس لقيت نفسي الحمد لله أنه ربنا الديني ليه شفتيها مفيش فايدة؟ لا برغم أن أنت تعلمي وأنا متأكدة من ده أنه أنت عارفة أنك عاملة بصمات في قلوب الناس في الشرع بس أنا مش صف الأول يعني أنا مثلا المسلسل يعني خلي بالك النجم أولا بيبقى عليه مسئولية النجم والنجمة اللي هما الأوائل عليهم مسئولية العمل لأنه العمل بإسمهم أنا العمل ما بيبقاش بإسمي بإسم النجم والبطل والبطلة فهم عليهم ما هيبقى أكتر مننا كمان خليني أقولك السؤال بطريقة تانية لأن أنا عايزة أعرف إحساسك في هذه النقطة أنت موهوبة ما تمنيتيش؟ أنا تمنيت طبعا أكيد أكيد تمنيت ولكن أنت موهوبة وست جميلة ولطيفة وعند كل مقاومات وأحيانا ممكن تشتغلي مع نجمات ما يكونوش بقدر موهبتك وتلاقيهم بطلات صف أول ما جلكيش بقى وقت قلتي طب ما أنا أستاهل أكتر؟ يعني أكيد أنا فكرت في الموضوع ده وخصوصا وأنا صغيرة يعني يمكن لما كبرت بقى عرفت لما بتكبري بيبقى الحكاية تحددت فماعتقدش أنه هي إلا إذا جيه مثلا يعني عمل بيتكلم عن حد كبير عن حد سنه كبير لكن بشكل عام الأعمال كلها بتبقى للشباب الصغيرين لكن قبل كده أكيد اتمنيت وأكيد يعني برضو زعلت كده شوية وحسيت أن أنا مش واخد حقي وحسيت حاجات كتير قوي بس أنا بصيت بقى قلت أنه هو ده نصيبي اللي ربنا مديهولي فما ينفعش أن أنا يعني إيه أعترض يعني أنا أحاول يعني لأنا فكرت فيه أحاول وأشتغل لأن أنا كان لازم أشتغل فأحاول وأعمل علي وبتاع لغاية ما ربنا كتب ليا إن أنا يبقى ليا الإسم اللي هو الناس بتتكلم عنه دلوقتي الحمد لله يعني والشكر لله في توقيت معين هو إداني حاجة في توقيت معين يعني ممكن تكون نجومية مش ضرورة نجومية تصف أول فدي حاجة برضو الحمد لله عليها التحول ده حسيته إمتى؟ حسيته ابتداء من سجن النساء أنا بقولك بس جي كمان فيه البرنس لما عملت البرنس مع محمد سامي برضو عملي يعني أنا مكنش مصدقة اللي حصل يعني أنا لقيت زمايلي الفنانين كلهم بيكلموني تليفون على ودني على طول بس إتي لأ أنت عندك نجومية من قبل البرنس كمان؟ من قبلها؟ عندي طبعا بس بقولك حكاية الترندات دي هي اللي ايه بتدي بتلفت النظر برضو أكتر يعني يمكن الترندات قبل كده يعني مثلا كاملة بذكري بقولك قالتلي شوفي الناس بتقول عليكي ايه؟ في الفيسبوك كويس؟ بس ما كانتش لسه الترندات بالطريقة بالطريقة اللي هي موجودة دلوقتي فالحمد لله لقيت أنه المسألة عمالة كل ما ده يعني بقولك من كاملة بعد كده محمد ياسين بعد كده سامح عبدالعزيز بعد كده مع أستاذ محمد سامي عملت برضو قابليها أيوب مع أستاذ أحمد صالح يعني حتى أيوب برضو كان فيه مشاهد برضو الناس كانت تتعلق عليها كتير وناس كتير بس أكبر وكمان دلوقتي حق عرب برضو عامل نفس الحكاية وبعد ما دربتي أحمد العوضي من أول يوم من أول ألم ما استنيتيش والله العظيم أنا ما صدقتش يعني أول ألم يعني كان في حلقة لقول أنا متخيلة لو هدربي بأحمد العوضي تعملي كده على طول لا ما سوى أحمد حنين على فكرة وطيب وهو صحيح يحب ما سوى هو تخد على فكرة كمان لأنه أنا ما دتلوش الإحاء ما دتلوش هو طبعا هو عارف أن احنا هنضرب لأنه هو عارف هو هدربي هدربي موجود الكلام في الكتابة يعني الكاتب الكاتب زي بتقول لي بتاعت الجرجير ويالم ربيك ومخليك ما شاء الله فالأم دي أكيد هتاخده ألم لازم فهو عارف بس هو ما توقعش أن أنا حبقى عملاب جد قوي كده فهو تخد حتى الخد بانت يعني عارفة جوه العمل عملت أنه هو فعلا حاجة تفاجئ بيها مش حاجة هو عارفها يعني لازم المفاق بس ده من قوة الألم شكله هو عارف أنه يعني عارف جيب كيف رفع هو قال لي ياسمين ألمها بيلسع لما مرة عملت له ألم في داته ألم في شغل من الحاجات الكابة ملة فقال لي ديها بتلسع بس أنت ديك بتوجع صعبة دي بس طبعا بان حقيقي لكن كمان أنت اتدربتي من حسين الشربي يا الله يرحم يقول لي ايه ما فكرنيش ده أنا كان حسين الله يرحمه لا بس هو الراجل ما كانش السبب بصراح أنا كنت لسه بقى إيه عندي حماس كده ولأ لأ أستاذ حسين اضرب بجد أنا عايزة الوقعية يقول لي لأ مش هضرب بجد يعني أنت عملي بس قلتول لأ يعني حضرتك اضرب بجد لهافني حت تجيني أولا نخدتها كتويني هتروحني وانت خلاص الألم هو الألم ألم ألم يعني هو اللي هو عادي يقول لي بلاش بلاش